حراك ملفت يشهده الملف اليمني بعضه قد ينبئ عن ترتيبات لوضع قادم وبعضه الآخر محاولة للتغلب على عوائق الفترة الماضية أو هكذا تبدو صورة مجملة للمتابع للشأن اليمني أما في التفاصيل فزيارة مفاجئة للرئيس عبد الرب منصور هادي للملك سلمان المتواجد حاليا في مدينة طنجة المغربية وعلى ما يبدو أن هناك أمرا لا يحتمل الانتظار حتى عودة الملك سلمان إلى سعودية وما يعزز من فرص هذا الاحتمال هو أن الزيارة وقعت بالتزامن مع وصول قوات سعودية جديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن ولم تكشف المهام التفصيلية التي يمكن أن تطلع به هذه القوات في قادم الأيام وإن كان البعض يعتبرها مقدمة لعودة نهائية للرئيس هادي إلى عدن التي باتت بنظر الكثيرين ضرورية في ظل التعقيدات الكبيرة التي ظهرت في عاصمة اليمن المؤقتة مؤخرا هذه التطورات تأتي قبل ساعات من انعقاد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأحداث في اليمن وبنظر البعض فإن الجلسة المرتقبة لن تكون كسابقاتها خصوصا أنها تأتي في ظل تضافر الكثير من التعقيدات الممتدة من عاصمة اليمن المؤقتة إلى العاصمة الواقعة تحت قبضة الانقلابيين وعلى العكس يرى آخرون بأن الجلسة لن تأتي بسوى الشجب والدعوة إلى تطبيق نتائج ومخرجات الجلسات السابقة المتمثلة بالقرار 22-16 والذي ظل حتى اللحظة طريقه إلى واقع اليمن المعقد وبقي حبيس مقررات مجلس الأمن اشتركوا في القناة